تعينات جديدة تثير جدلا في الشارع اليمني خصوصا تلك التي تتعلق بالتعينات في تعز وجنوب البلاد قرارة الرئيس هادي تضمنت تغييرات وزارية لخمس وزارات هي الداخلية والنفط والنقل والزراعة وشؤون مجلس النواب كما تضمنت تغيير محافظي ثلاث محافظات هي تعز ولحج والضالع فقد عين المهندس أحمد الميساري نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للداخلية كما عين عثمان مجلي وزيرا للزراعة والمهندس أوسى العود وزيرا للنفط والمعادن خلثا لسيف الشريف وصالح الجبواني وزيرا للنقل ومحمد مقبل الحميري وزيرا للدولة لشؤون مجلس النواب والشوراء أما المحافظات فقد تم تعين أمين أحمد محمود محافظا لتعز خلثا لعلي المعمري وتعين اللواء الركن علي مقبل صالح محافظا لمحافظة الضالع خلثا للجعدي والعميد روكن أحمد عبدالله التركي محافظا لمحافظة لحج خلفا للخبجي ردد فعل متباينة تنوعت بين مؤيد ومعارض لهذه التعيينات خصوصا فيما يتعلق بتعين محافظ لتعز ومواقع المحافظين في المحافظات الجنوبية إذ يرى مراقبون أن هذه التعيينات الجديدة تبدو مؤشرا جيدا لموقف التحالف من الملف اليمني سياسيا وعسكريا ويذهب أكثر المتفائلين إلى أن تسوية الملعب السياسي مؤشر جيد لعملية عسكرية تعد لتحرير بقية أجزاء محافظة التعز فيما تظل الملفات الشائكة في المجلس الانتقالي وصراع الأقطاب محملة باتهامات لقرارات الرئيس هادي التي بحسبها أزاحت بعض المحسوبين على المجلس الانتقالي وهو ما قوبل بنبرة احتجاج عالية ووصفها بأنها إعلان حرب على الجنوب وبحسب مراقبنا أيضا فإن هذه القرارات تأتي في سياق الرد العملي للرئيس هادي على إعلان تشكيل الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي غير أن تعز تظل عقدة الحل والمشكلة معا في الأزمة اليمنية وما يصاحبها من جدل حول من يقف خلف تعيين أمين محمود محافظا لها ففيما يره البعض مجرد إلهاء قفز على استحقاقات المدينة يبدو في نظر آخرين أنه خطوة لها ما بعدها لما تحمل في طياتها من مؤشرات وعد قادم بتحرير ما تبقى من محافظة تعز في ظل التفاهمات الأخيرة بين بعض القيادات الحزبية وأبو ضبي